الآن بأن هذا آخر الزمان غير صحيح غير صحيح لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله الآن ولله الحمد المساجد معمورة والدين في ارتفاع والسنة في انتشار والناس في رجوع ولله الحمد إلى التدين وإلى الاستقامة للأسف الشديد بعض الناس الآن يحكم على حالات شاذة وناذرة يحكم على أمة كاملة قد يكون في الدولة أو في البلد أو في المدينة شخص مثلا أو شخصيا أو مجموعة لديهم ممارسات ويمكن ينشرونها أمام الناس يعتقد بعض الناس والله خلاص الدنيا الآن قاب قوسين أو أدنى الساعة قاب قوسين أو أدنى لأنهم شافوا ممارسات خاطئة أو نسوا بأن والله الحمد الناس على خير الناس على خير إذا كان في شخص ما يصلي في ملايين يصلون إذا كان في شخص عاق في ملايين بارين إذا كان في شخص يزني في ملايين أهل عفة وصلاح إذا كان شخص يشرب الخمر في ملايين والله الحمد يحرمون الخمر يعني مقصود أنا أقول هذا الكلام بعض الناس سمعت هذا الكلام خلاص الساعة قربت انتهى العالم خير قالوا شوف الشر كذا غير صحيح الخير أكثر الآن ولله الحمد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط فهو أهلكهم الناس في خير ولله الحمد مساجد معمورة الناس طلعون زكاة أموالهم وصمون رمضان الكعبة معمورة ولله الحمد في زمن كورونا على شدة الجائحة الحمد لله ما تعطلت الصلوات ولا تعطل كذا هذه نعمة من نعم الله فيا أختي الفاضلة حاول الإنسان أنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول ويرجع العلماء ويحذر من هذه المقالات اللي فيها إرجاف وتخويف وفيها إفزاع الساعة آتية لا محالة الساعة آتية لكن أني أنا أجزم على أنه خلاص قاب قوسين أو أدنى غير صحيح لأن النبي مسلم أعطانا علامات ما في شيء يشير إلى أنها خلاص انتهى العالم غير صحيح غير صحيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الساعة تقوم على شرار الخلق وهذا بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد ذهاب يأجوج ومأجوج ما حصل هذا كله لذلك الإنسان يقبل على الله ويعبد الله يوحد الله ويتق الله وينشر الخير بين الناس ويكون إنسان يعني مؤثر في الناس بالخير ولا تستفز وجود حالات شاذة ونادرة هنا أو هناك الخير في الأمة كثير ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر